السلام عليكم ازايكم معايا قصة صريفة قوي قوي وقصة تعجبك كده ايه اللي حصل بالزبط حقيقة اللي حصل مبارح شيء غريب جدا واحداثه بتكشف النهاردة تكشف لك ان الموضوع وراه مصيبة حصل يا سيدي ان مبارح روسيا اطلقت 110 صاروخ على اوكرانيا لتقديب اوكرانيا وتقديب زيلنسكي اللي طرح خطة للسلام مكونة من 10 نقاط مش هيتنظر عنهم يعني فالحقيقة ان قوات الروسية ومنحطات المياه كمان ضربوا كل حاجة في اوكرانيا عاوزين يضلموا اوكرانيا بشكل كبير الا ان في سالوخين من المية وعشرة دول ضلوا طريقهم ونزدوا في قرية صغيرة على حدود بولندا واوكرانيا حياة القرية اللي سقطت عليها السواريخ الروسية دي هي قرية زراعية يقولك حتى الاتنين مزارعين بولنديين اللي ماتوا بعدما السواريخ الروس دي واقت عليهم هم اتنين فوق الستين سنة شوفت دي مزارعين وفوق الستين سنة وحياة ان اول ما الساروخين الروس دول وقعوا على الاراضي البولندية بولندا قامت ومعادتش وامر رئيس الوزراء البولندي بعقد اجتماع عاجل المجلس الامن القومي وقال احنا هنتشاور ونشوف هنعمل ايه مش بس كبه طلعت لتوانيا وقالت لك هنرفع درجة الاستعداد القصوى لبعض من وحداتنا وحنقفل السماء الاوكرانية واي طيارة روسية هتطيل فوق اوكرانيا هنزوق الدفاعات الجوية بتاعتنا لإسقاطها ما معناه يعني ان لتوانيا اللي هي العضو في الناتو بتصطبق حتى اجتماعات مجلس الامن القومي البولندي وطلعت تصب غضبها على روسيا بشكل سريع جدا حياء ان الحادثة دي خطيرة جدا لان بولندا عضو في حلف الناتو من 1999 وبالفعل بولندا قيت لك احنا ممكن نلجأ للباب الرابع وممكن نخلي الناتو يفتح تحقيق في الموضوع دا بدأنا الاجراءات اللازمة في مثل هذا الموقف بما في ذلك زيادة استعداد بعض الوحدات العسكرية وغيرها من الخبنات النظامية الاخرى في الوقت نفسه قررنا اننا بحاجة ماسة لدراسة طلب تفعيل المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الاطلسي مش بس كم اللجوء للباب الرابع معناه ان دول الناتو كلها او اعضاء الناتو يجتمعوا بشكل عاجل لمنقشة قضية امنية لدى بولندا والحقيقة ان الناتو بالفعل اجتمع عشان يشوف ايه اللي بيحصل في بولندا بالزبط والاوضاع كانت بتشير لكرسة لان بولندا كانت شكلها كده هتزوق الناتو للدخول لحرب روسيا واوكرانيا ومواجهة روسيا مواجهة مباشرة مش هنبعت اسلحة بقى ده الجيش الناتو هيخش اوكرانيا وهو اللي حارب الروس بنفسه والحقيقة ان اللي زود الموضوع تقول له هو الرئيس زلينسك نفسه قال لك احنا هنعلن الحرب على روسيا اللي حصل في الناتو ده مش هيعدي والناتو حيرد لاندونيسيا ومختلف الدول التي تتحدث عن السلام ان روسيا تقول للعالم انها تريد ان تستمر في هذه الحرب الان يجب ان ننتظر الرد الدولي تحدثنا ان الارهاب لن يتوقف على حدود اوكرانيا الان في منضوفيا واليوم الصواريخ الروسية اصابت بولندا اصابت هذه الدولة الصديقة وهناك ضحايا ونحن نعبر عن عذاءنا لالاخوة البولنديين كم من المرات تحدثنا عن ان الدولة الارهابية لن تتوقف على حدود اوكرانيا ان بولندا والبلطيق هي مسألة وقت ان يصل لها العدوان يجب ان نضع الارهابيين في مكانهم الا ان في نفس توقيت الواقع دي كان فيه اجتماع للجي توينتي اقوى عشرين اقتصاد في العالم كان بيتعامل في اندونيسيا والاجتماع ده كان فرصة جيدة جدا لعقد اجتماع بين الحلفاء الغربيين بشكل عقل لانهم اصلا كانوا مجتمعين في اندونيسيا فلو يجتمع وزي ما حراك شايف في الصورة دي الصورة دي بتثبت لك ان الرئيس الامريكي جو بايدن حاطت ايده على وشه وكده جنبيه ريشي سوناك قاعد ومدينة ظهره واقف قدامه امانوال مكران وبرضه في وضع من انواع الغضب شوية او في كارسة سماعة جنبيه اولاف تشولز مستشار الالماني ووراهم ترودو اللي هو رئيس كندا وجنبيه جاك سالوف المستشار الامن الامريكي والحقيقة المشهد ده في حد ذاته يثبت لك ان الموضوع كان معقد جدا وموضوع خطير بالفعل الا ان بعد الاجتماع ده طلع الرئيس الامريكي في تصريحات صحفية ومال يا جماعة الساروخين دول واضح كده ان مش روسيا هي لاطلاقتهم وحنشوف بالتحقيقات هتثبت ايه اللي حيحصل بالزبط وحنا بنتعم بولندا بشكل كبير بس نتائج التحقيق هي اللي هتحسن المسألة حقيقة تصريحات الرئيس الامريكي دي هدت العالم بشكل كبير الا ان المفاجأة ومفاجأة من العيار الثقيل زيلنسكي الرئيس الاوكراني قال انا ارفض الرواية بتاعت الناتو وبيكذب الناتو لان الناتو بيقول ان الصوريخ دي فعلا روسية بس دول صاروخين كانوا تبع منظومات الاس 300 اللي هي لدى اوكرانيا وان اوكرانيا كانت بتحاول تتصدى 11 صاروخ اللي اطلقتهم روسيا فالصاروخين دول كانوا بيتصدوا للصواريخ الروسية بس اضلوا طرقوا ونزلوا في بولندا والحياء ان زيلنسكي طلع قال الرواية بتاعت الناتو دي رواية لا تصدق اكد رئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي ان الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي بناء على التقارير العسكرية الاوكرانية شدد زيلنسكي على ان كييف لم تتسلم اي ادلة على ان الصاروخ الاوكراني واكد على ضرورة اشراكها في التحقيقات على صعيد اخر كشف الرئيس الاوكراني ان موسكو لم تعرض على الجانب الاوكراني اي مفاوضات سلام ولا تتواصلوا معه مش بس كده ده زيلنسكي الرئيس الاوكراني قال انا عاوز اودي خبراء اوكرانيين يطلعوا على موقع الحادث ويشوفوا الساروكين دول روس ولا اوكرانيين شوفت ديه معايا النهاردة تصريح قوي جدا من مصدر دبلوماسي وانا حنفرد به لان التصريح ده منزلش فوالة وكالة انباء التصريح ده لديبلوماسي من النيتو صرح لصحيفة فانانشل تايمس وقال لهم على فكرة اللي بيعملو زيلنسكي ده كتير اوي وبيحاول ان هو يهز ثقاطنا فيه لان هو بيكذبنا بيكذب النيتو خلاص اللي احنا بندعمه هو بيكذبنا علنا فالموضوع بقى فيه نوع من انواع الاستفزاز شوية وزي ما حدوك شايف التصريح جنبي هو علشان بس تبقى عارف الدنيا ماشي الزي وحتى اعجبه لك فول سكرين علشان تشوفه برضو وتعرف اللي بيقوله زيلنسكي ولي بيقوله نير والحقيقة لأول مرة من ساعة ما عملت القناة حتفق مع زيلنسكي الرئيس الاوكراني يا جماعة الرواية بتاعت النيتو دي فيها نوع من انواع تخفيف حدة التوتر والنيتو ما كانش عاوس حربة اصلا على فكرة الرواية الاوكرانية رواية تصدق شوية يعني ايه سواريخ دفاع جوي اوكرانية حتضل طريقها وتضرب فولندا مش هتضرب روسيا مثلا يعني هتضرب فولندا ازاي هل في حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها كده الموضوع او رواية النيتو رواية يعني لا تصدق وزيلنسكي عنده حق الرجل على اخره النيتو بلع ما تكونش على حدود بولندا او تبقى قريبة من بولندا مثلا لأ منطقيا كده اتفاعات الجوية الاوكرانية مفروض تبقى متقدمة او بعيدة عن الحدود البولندية وبتحاول تحمي العاصمة الاوكرانية وبتحاول تحمي المدن الاوكرانية بشكل كبير فحتة رواية ان سواريخ اسة تلتمية اوكرانية ما ضربتش اصلا سواريخ روسية او اعتراضتها ومتنزف بولندا رواية لا تصدق بصراحة والاكتر من كده لو خدت بالك من تصريحات الناتو كلها بديقولك ايه بيقولك يا جماعة دي المعلومات الاولية والتحقيق لسه شغال طب يعني ايه معلومات اولية انتو عرفتوا من ايه استيقنات نفسها بتقولك اصلي في طيارة شاهدت المشهد ورأت ان الصاروخين دول كانوا جايين من اوكرانيا ضرب بولندا حلو شفتوا الكلام ده فيه ايه معلومات الاولية طب وقدم انتو متأكدين من معلومات الاولية فاتحين تحقيق ليه الناتو تحس كده ان الرئيس الامريكي كان بيحسن مسألة بشكل كبير وما كانش عاوز اي حرب وقالك ايه قالك نغطي عن مسألة ونبلعها ساروخين يا باشا تضربوا من غير قصد فيش مشكلة وده يثبت الرواية اللي انا بقالي كم يوم عاوز اوجهها لحضرتك ان الامريكان عاوزين ينهوا الحرب بشكل كبير ويقعدوا يتفاوضوا مع الروس والخبر اللي بيدل على كده ان رئيس اركاني الجيش الامريكي جنرال مارك ميلي حاول يكلم نظيره الروسي او رئيس اركاني الجيش الروسي وفشل اول ما وضعه السواريك دي ليه هو عاوز يفتح قناة اتصال مباشرة على طول بقى تبقى شغال كل شوية الامريكان يكلموا الروس في محاولة للتحديق حقيقة مش بس الرواية دي اللي تثبت لك ان امريكا عاوز تتفاوب مع روسيا لا انا معايا النهاردة اخبار قوية جدا هو الجيش الروسي لما وقف عند خرسون وانسحب من خرسون اللي هي المدينة في الجنوب دي راح فيه هل جيش الروسي خلاص هيوقف الحرب ولا الجنوب دول راحوا حتة تانية وروسي على داية خطة كبيرة للتصعيد في اوكرانيا مش بس كده الرئيس الامريكي عمل جريمة النهاردة الرئيس الامريكي طلب 37 مليار و70 مليون دولار لدعم اوكرانيا النهاردة بعد ما تم حسم الكونغرس الامريكي من كبر الجمهوريين الرئيس الامريكي بيطلب معونة جديدة لدعم اوكرانيا هل الجمهوريين حيوافقوا على حاجة سي كده ولا ايه اللي بيحصل بالزبط خاصة ان الرئيس الامريكي على ثقة تامة ان المساعدات دي هتعدي غصب نعناعين الجمهوريين ايه اللي بالزبط بيحصل في اوكرانيا وايه الاخبار اللي معانا النهاردة ممكن تقلب المشهد بشكل كبير عاوز تعرف حوالي عشان اقول لك لازم احكي لك القصة من اوز قبل ما اخش في الموضوع قبل ما اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معانا راعي محترم جدا وقوي جدا وهو جينز كار حقيقة جينز كار هم اكبر شركة في مصر حاليا انت بتغير فرش العربيات وعندهم المكانة الوحيدة اللي في مصر اللي بتعرف تخرم وتفسر جد على احسن ما يكون بقول لحضرتك المكانة الوحيدة اللي في مصر هتغير لك فرش عربيتك بشكل كبير تحس كده ان انت اشتريت عربية جديدة تماما اول ما تلاقي تفصيل فرش محترف للغاية الجديد بقى ان جينز كار مش بيفصلوا فرش بس العربيات لأ انت لو عندك مركب ياخد هتلاقي جينز كار برضو بيعرفوا يعملوا أبكريد لكل المراكب من الداخل وبيعرفوا يعملوا أبكريد للانتيريور ديزاين لمركب بالكامل وعاوز اقولك ان هما محترفين للغاية وعشان كده بأكد لحضرتك ان هما شركة كبيرة جداً الناس دي موجودة في السوق المصري من 1965 يعني بقالهم 50 سنة داخل مصر انا برشح لحضرتك الجينز كار اكبر واقوى شركة في مصر لفرش العربيات بشكل كبير نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول ايه اللي بيحسب بزرع حقيقة زيلنسكي كان شايف ان موضوع الساروخين دي فرصة جيدة جداً ان الناتو يخش بشكل مباشر لحرب اوكرانيا وان هو يحسم الحرب دي بشكل كبير لان الناتو كده هيصبح على مواجهة مباشرة مع الروس وان الموضوع ده هيخلي فيه تبادل للأدوار بدل ما اوكرانيا والجيش الاوكراني بيخدم الاهداف بتاعت الناتو في استنزاف الجيش الروسي هيصبح الوضع العكس اوكرانيا هتفتح حدودها لناتو وناتو هو اللي هيحارب واوكرانيا هتظل في مقعد المشاهدين لأول مرة من بداية الحرب الا ان الناتو خزن اوكرانيا والحقيقة ان حتة ان الرئيس الامريكي يقفل الكلام في موضوع الساروخين الروس دول عاوز اقولك ان زيلنسكي مشتراش الرواية دي وقاعد بيكذب الناتو والنهاردة الرئيس الامريكي طلع يرد على زيلنسكي قالك مش دليل يعني كون ان زيلنسكي يقول الساروخين دول روس ده مش دليل ان هما روس بيردوا على بعض فيه سجال دلوقتي بين الناتو وبين اوكرانيا ان نتو مش عاوز تدخل حرب دي وعاوز اقولك ان بعد تصريحات الرئيس الامريكي طلع رئيس الوزراء البولندي قال مفيش حاجة ان احنا نروح للباب الرابع ملوش مشكلة مش لازم الموضوع هيتلمش بس كده بولندا اللي لسه فاتح تحقيق والخبراء بتقعها بيحققوا في الموضوع زي ما حالك شايف في الصورة دي الخبراء البولنديين لسه وقفين في موقع سقوط الساروخين الروس والحد دلوقتي بيحققوا بولندا طلعت قالت لك يا جماعة دول ساروخين وعلى فكرة اوكرانيا مظلومة ان هي ضربت الساروخين دول ده نتيجة للحرب الوحشية اللي خادتها روسيا اللي اكد تصريحات بولندا دي هي نفس التصريحات اللي طلعت من ريشي سوناك اللي هو رئيس الوزراء البريطاني وقال لك انا بالوم روسيا على الصورةين الاوكرانيين اللي واعوا على بولندا برضو مش بس كده استعمالات الدولة انجامت بالموقع ونجامت بالموقع ولكننا لا يمكننا إدعاء أن هذا كان لذلك أصدقاً للمساعدة. ونمكننا إدعاء أن رussia يستطيع إدعاء ملتاكات ملتاكات للنطاقات للنطاقات. That's мои preliminary analyses suggest that the incident was likely caused by an Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. من الاخر كده التحيات لسه شغالة والغرب تبنى الرواية الامريكية وسمع كلام الرئيس الامريكي بالحرف اول ما قال الصاروخين دول مش روس ما بقوش روس معين التحيات شغالة بس الغرب مش عاوز يصعد المشهد اكتر من كده والحقيقة ده منطقي لان خلي بالك الكومورين جمع للكونجرس الامريكي وسيطروا على اغلبية النواب في كونجرس الامريكي على فكرة هو دلوقتي يفاضل سبع مقاعد الجمهورين واخدين لحد دلوقتي 218 مقعد او 218 نائب جمهوري داخل مجلس النواب بس لسه فيه سبع مقاعد ما تمش حسموه او سبع ولايات لسه ماعلنوش النتائج النهائية السبع ولايات دول فيه اربعة تابع الديموقراطيين وحيفضل فيه تلاتة تابع الجمهوريين فانت بتتكلم ان الجمهورين هيحسموا الاغلبية في مجلس النواب بـ 220 او 221 مقعد داخل مجلس النواب تدي اغلبية للجمهورين بشكل كبير تبع حالة كوية جدا وخلي بالك جمهوريين واضطين جدا ان اول ما يخشوا مجلس النواب هينهوا الدعم العسكري لاوكرانيا ولا باني ولا سند هيروح لاوكرانيا الحرب دي حيتم فرضها على الجانب الاوكراني ان هو يوقف زائد ضغوط غربية وده اللي بقوله يعني الا ان الرئيس الامريكي النهاردة فيه مفاجأة من الاعارة الثقية طالع قالك على فكرة انا عاوز 37 مليار و700 مليون دولار لدعم اوكرانيا طب 37 مليار و700 مليون دولار دول بتوع ايه هل مساعدات عسكرية قالك لا مش بس مساعدات عسكرية انا عاوز 10 مليار لمحاربة كورونا في اوكرانيا ماشي طب الباقي قالك الباقي دول يا باشا عاوزينهم دعم عسكري يعني اسلحة تانية هتروح لأوكران ويه على وجه السرعة على ايه على وجه السرعة ليه حقولك بعد ايه بس هي اظل تساؤل هو الرئيس الامريكي او البيت لابيض جاله من ان الجرقة دي ان هو يطلب مساعدات جديدة خاصة ان الجمهورين واضحين جدا ان هم مش هيوافقوا على اي مساعدات هي البيت لابيض بيرمي على حاجة اسمها لامدك ايه اللامدك بص لامدك دي اخر جلسة لمجلس النواب القديم اللي كان موجود في ظل انتخاب مجلس نواب جديد بيسموها اللامدك او الحرب السياسية في مجلس النواب اخر جلسة دي بيبقى الكونجرس القديم قبل ما يمشي بيبقى عاوز يمرر كل القوانين اللي يقدر يمرره بقى اغلبية ديموقراطية لان خالبات الجمهوريين هيخشوا في مجلس النواب الجديد هيوقفوا كل حاجة الرئيس الامريكي فالديموقراطيين او الحزب الديموقراطي جايب كل البنون بطة العرجاء البطة اللي بتعرجع بطة برجل واحدان ما معناه ان الاغلبية في مجلس النواب الحالية اللي هي قبل ما تمشي بتحاول تخلص اللي تعرف تخلصه كونجرس قاية مع رجل واحدان طرحية ان ده اللي بيحصل بس خلي بالك من النقطة مهمة جدا ان الامريكان لو وفقوا على 37.700 مليار دولار قول 38 مليار دولار هيصبح حجم الانفاق الامريكي على حرب روسيا و اوكرانيا دي 91 مليار دولار منذ بداية الحرب ده على فكرة اكتر من انفاق روسيا العسكري في السامن يعني روسيا بتدعم الجيش بتاعها مش بالفلوس دي كلها امريكا صلفت على اوكرانيا 91 مليار دولار مع تمرير 38 مليار دولار لو مشوا يعني بس الديمقراطين بيوعدوا ان هم هيمشوهم بالاغلبية الصحيقة اه خلاص قبل ما الجمهورين يخشوا في المجلس الجديد هم هيحسنوا الموضوع تبقى كارثة ده امريكا كده يعني ايه 91 مليار دولار امريكا تدخم فيها عالي على فكرة دول بيفعوا الفايدة في البنوك وعندهم تدخم وعندهم مشاكل اقتصادية كتيرة جدا اه هي اقل الدول تأثرا بحرب روسيا اوكرانيا بس برد عندهم مشاكل 91 مليار دولار عشان تهزم روسيا جنون طيب ليه بقى الامريكان بيطلبوا ال 21 مليار دولار اللي هم جزء من 38 مليار دولار دول هي هم بيطلبوهم لمساعدات استخباراتية وعسكرية ودعم في التدريب ودعم لوجستي للجيش الاوكراني على وجه السرعة ليه بقى لان على حسب صحيفة اسمها financial times financial times دي صحيفة بريطانية شهيرة جدا وعريقة مش اي حد بيكتب فيها حتى لو لو ميول تبع الغرب برضو بيبقى عقلاني شوية بيقولك وفقا لجنرالات بريطانيين ايه الخطوة القادمة للجيش الروسي بعد انسحابه من خرسن يعني لو حراج ايه بصيت على خريجة خرسن كده حتشوف ان الجيش الروسي انسحب من جزء من خرسن وانسحب الى ما خلف نهر ديمبرو واقام دفاعات قوية جدا خلي عملية عبور الجيش الاوكراني لنهر ديمبرو هي عملية انتحارية هلس لان جيش الروسي اقام دفاعات شديدة طيب ادام اقام دفاعات شديدة في نهر ديمبرو او على نهر دينيبشون هل يظل الجيش الروسي موجود في خيرسون قالك لا كده تعتبر الحرب خلصت في مدينة خيرسون بس لو جيت تبص على خريطة الشاملة للاراضي اللي مسيطرة عليها الكوات الروسية هتلاقي على حسب توقع الجنرالات البريطانيين هتلاقي ان روسيا هتسحب 50% من كواتها اللي في خيرسون لان هم قاعدين بيعملوش حاجة هيودوها لزاباروشيا وإكليم دونباس ليه؟ عشان ياخدوا مساحات اكبر فحيعيدوا توجيه 50% من الكوات دي يودوها لمناطق دي زائد 300 ألف جندي كان تم تعبئتهم من الاحتياط الروسي هيخش لهم كمان فحتلاقي الجيش الروسي بيتقدم في المنطقتين دول بشكل أسرع من الأول وحتلاقي ان حتى أوكرانيا هتعمل كده أوكرانيا هتسحب قواتها اللي في خيرسون وتوجيها ناحية زاباروشيا وإكليم دونباس لمحاولة إيقاف تقدم الجيش الروسي وعلى فكرة الجبهات اللي موجودة في إكليم دونباس وزاباروشيا كمية جسس في حياتك كتيرة جدا قصف ما بيقفش على مدار الساعة تقدم وتراجع بشكل سريع جدا يقولك دي بالزبط زي الأفلام اللي احنا كنا بنشوفها أيام الحرب العالمية التانية على فكرة اللي بيقولك هنا دول الكتاب البريطانيين هي مش مكتوبة في الصحيفة بتاعة بس مكتوبة في وكالة تاس إن الجبهات دي جبهات من النقل جبهات الحرب العالمية التانية بالزبط فهي الموضوع صعب جدا وروسيا ما زالت متمسكة بأهدافها في أوكرانيا والحقيقة عندي خبر قوي جدا وهو خبر نازل في يورو ايش وعلى فكرة هو ما كانش نازل في يورو ايش بس كان نازل برضه في بولجاريا ميلتري اللي هو موقع عسكري يعني بيقولك إن الجيش الروسي حيبتدي يدفع بأسلحة جديدة في حرب أوكرانيا دي يعني الروس في بداية حرب أوكرانيا ما كانوش عاوزين يدخلوا أسلحة جديدة لأن هم مش عاوزينها تقع في يد الغرب ده أولا تاني حاجة هم مستهطرين بجيش الأوكراني فدفعوا بأسلحة قديمة شوية أسلحة من أيام الاتحاد السوفيتي كان بس دلوقتي بيدفعوا بأسلحة جديدة لأن هم شايفين حرب الشتة دي هتكون حرب قاسية جدا فبيدفعوا بأحدث الأسلحة لدى الروس للدخول والهجوم على الجيش الأوكراني ماشي بس يورو ايش يا وقفت عند الخبر اللي أزاعه بولجاريا ميلتري إن طيرات الـ F-35 بتاعت تحلق بشكل كثيف داخل السماء الأوكرانية وأسقطت مبارح طيارة واحدة من طيارات الـ F-35 أسقطت سخوي 25 أوكرانية قديمة وميج 29 أوكرانية الطيارة دي الوحدة الطيارة دي إزاي قدرت تسكي الطيارتين قلوك والله أصل الرادار الموجود في السخوي 35 دي متطور جدا فبيتخلي الطيارين سواء بقى الميج 29 أو السخوي 25 الأدام مايشوفوش أصلا السخوي 35 مايشوفوهاش وضربتهم بسالوخ اسمه وعلى فكرة النسخة دي من السواريخ عند مصر أو جاية لمصر بس بتشغالها على ميج 29 اللي عندها فالطيارة السخوي 35 أسقطت الطيارتين دول بالسواريخ الـ R-77 والحقيقة إن سواريخ الـ R-77 دي مداها متوسط لبعيد ما تعرفش المدى بتاعة إيه بالظبط بس طيارة السخوي 35 دي ما تشافتش من كبير الجيش الأوكراني أو الطيارين الأوكرانيين وتم اسقطهم واسقط طياراتهم ده دليل على إن ميزان المعارك ممكن يتغير في المستقبل لإن روسيا بتدفع بأسلحتها الجديدة بأحدث المقاتلات بتاعتها السخوي 35 بشكل كسيف مش اللي هي تنفذ مهمة وترجع لأ دي بقت على طول بالطيار بس على طول موجودة بتتصدر الطيارات الأوكرانيين فده خبر برضو لازم توقف عنده خبر الكليل والخبر المهم جدا وهو إن صحيفة والسريت جونل بتقولك إن الأوكرانيين أسقطوا مسيارة مهاجر ستة ومهاجر ستة دي أسقطوها زي ما هي كده وهقول لك ليه أسقطوها زي ما هي كده أسقطوها زي ما هي كده لأنهم اختبروا نظام وده نازل في صحيفة اسمها سباطنيك الروسية أقبلك بس صحيفة سباطنيك الروسية بتقولك إن الأوكرانيين بيسوقوا للغرب إن الحرب بتاعت أوكرانيا دي هي فرصة لا تعوض للأسلحة الحديثة كلها اللي إنتوا عوزين تختبروها على الجيش الروسي وفي ميدان المعارك اختبروها عندنا فجابوا نظام مراقبة معارك اسمه دلتا نظام مراقبة المعارك ده اختبروه في حرب روسيا أوكرانيا من قبل الجيش الأوكراني إن هو يقدر يرصد تحركات الجيش الروسي وتحركات الجيش الأوكراني ويحطوا خطط لايف نظام دلتا ده أنا ما عارفش بيشتغل إزاي بس يقول لك نظام دلتا ده متطور جدا وبيرصد ساحات المعارك على مسافات بعيدة جدا ويقدر يقول لك الكوات دي بتحرك إزاي وحتى الكوات الصديقة بتتحرك إزاي ويرصد الحرب ويحط الخطط بشكل لايف ده أول مرة يتم تجربته في حرب روسيا أوكرانيا واختبروا الجيش الأوكراني ده على حسب صحيفة اسمها سباطني مش بس كده صحيفة سباطنيك بتقول لك إن الجيش الأوكراني اختبر نظام لاختراك المسايرات وهي بالطير يعني المسايرات دي بيتم توجيهها بالأمار الصناعية أو بالجي بي أس من قبل جندي روسي قاعد في الأراضي الروسية أو قاعد في المناطق اللي بتسيطر عليها الجيش الروسي خلاص يقول لك الجيش الأوكراني بيعرف يعمل هاكينج أو يختارك نظمة التوجيه بتاعت المسايرات دي ويخلها تهبط من غير ما تضرب أحدفها هي تنزل كده رح هي إن هم قدروا أو جيش الأوكراني قدر إن هو يستحوز على مسايرة اسمها مهاجر ستة على فكرة السيانان كانت أول محطة تصور مهاجر ستة اللي أسقطها أو اختاركها الجيش الأوكراني وهي بتطير خليها تهبط بدون ما تضرب أهدافها المسايرة دي بقى أخدوها الغرب على حسب صحيفة ووالس ريجونال وقاعدوا يحللوها كده إيه الأجهزة اللي جواها ومعمولة من إيه والكتاب اكتشفوا إن 80% من مكونات المسايرة دي غربية أبرزها العدسة اللي موجودة جوه المسايرة دي عدسة كاميرا بيتم شراءها من على الإنترنت فالدنيا مقلوبة في الغرب دلوقتي إزاي يمنعوا إيران لأن المسايرة دي إيرانية إزاي يمنعوا إيران من استيراد المكونات دي في صناعة المسايرة بتاعتها لأن أقوى سلاح حاليا لدى الإيرانيين هو سلاح المسايرات اللي بتحاول تعود به عدم تفوقها الجوي لأن المقاتلات الإيرانية كلها قديمة فشايفين المسايرات دي حاجة عظيمة دي فأوما دلوقتي عايزين يحطوا عقوبات ويمنعوا الجنب الإيراني من امتلاك المسايرات حديثة ويضربوا خط إنتاج المسايرات دي عن طريق عقوبات قوية جدا دي كانت أكثر الأخبار يا رب أكونش راح تحلقك بشكل مبسط ويا رب نصر مصر ويا رب نصر العرب بتحية مصر سلام اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين